احنا فيه اكتر من مكان زي ما حضرتك قلت فيه اثار غريقة ايه الدليل على ان هذه الاماكن فيه يعني بنشوف دليل مثلا زي مطاطة اثار سقارة مثلا المطاطة دي معروف ان هي فيها اثار اكتشفنا فيها فعرفنا ان هيكون مثلا فيه هنا تمثال لملك فهيكون فيه جنبه ومعباد جنائزي فهيكون فهيكون فبنمشي وراء هذا الخيط عشان نصل في النهاية لان هيكون فيه اثار موجودة احنا ايه الدليل اللي بيخالينا نبحث فيه في البحر هو طبعا بالنسبة لنا زي ما قلت حكي البداية بدأت عن طريق الهواء او عن طريق واحد زابط مثلا في الجيش البريطاني لاحظ هذا الامر الامير عمر توصن ايضا كان مهتم بهذه الامور كامل ابو السعدات فيه اجانب ايضا جم غطسه فيه مياه البحر في الاسكندرية فما حاجة بتنزل بتختص تحت المياه قصن في المنطقة بتاعة الميناء الشريك كانت البداية هناك وخليجة بقير بدأت يقول ده فيه اثار غرقة فبدأ يظهر كعلم وبدأ يتأسس الاول كان هو عن طريق الهواء والناس اللي بتشوف بالصدفة مثلا لو حاجة تروح البحر الاحمر تختص سليسة فينا غرقة مثلا من قام الحرب العالمية الناس بيبدأوا يشوفوا هذه المواقع فبتبدأ المعلومات تصل الى علماء الاثار نبدأ نشتغل بشكل علمي وبشكل منهجي ونبدأ نحفر ونطلع الاثار ونعمل اكتشفات ونسجل هذه الاثار قد تصير كمان اجزاء جديدة من التاريخ طبعا لان شيء مهم جدا لسه في خليجة بوئير مكتشفين مركب غرقانة من قرن التاني قبل الميلاد وعند المنطقة بتاعت فيه مدنتين شهريرتين عندنا طبعا الفرع الكنوبي بتاع النيل النيل كان سبع افرع زمان فالفرع بتاع الكنوبي ده فيه مدنتين كان فيه مدينة اسمها راكليون وفيه مدينة اسمها كانوب فكان فيه معبد هناك لخص بالإله أمون المعبد دوئي على هذه السفينة سفينة كانت سفينة كبيرة جدا محملة بعدد كبير من الأسار فبدأوا يشيلوا الأسار بتاعت المعبد اللي وعت على هذه السفينة وبدأوا يكتشف هذه السفينة مصنوعة من طراز بيربط بين الطراز المصري القديم والطراز اليوناني فده شيء جميل في هذا الأمر الخشب بتاعها في حالة جيدة وده يعني من السفن والقلاء اللي بتشفت من هذه الفترة وعندنا فريق مصري فريق مصري فرنسي بيشتغل على هذا الموضوع منذ فترة بعيدة جدا وأنجزوا حاجات عظيمة يعني من أول معرض عملنا لأسار الغرب كانت سنة 98 كان في فرنسا في الجرامبالي في الأسار الكبير هناك في فرنسا وحضر رئيس المصري ورئيس الفرنسي وكانت حاجة عظيمة جدا لما هكتشوف كتلة كبيرة جدا من تمثال البطليموس التاني موجودة على عربية نقل وتطوف شوارع الأسكندرية وبعد ما هذا تمثال خرجناه من جزيرة فارس الوقت ينصب قدام مكتبة الأسكندرية تمثال كبير جدا للملك بطليموس التاني أحد البطليموس العظام مع بطليموس الأول اللي أسسه مدينة الأسكندرية بعد الأسكندر وقاموا مكتبة الأسكندرية القديمة اللي كانت حاجة من أعظم الأشياء في العالم القديم تمثال ده الجمعه وتعرضه حاجة تشوف حاجة على أعلى مستوى الفنار بتاع الأسكندرية أيضا في جزيرة فارس اللي هو كان من العهد اليوناني الروماني كذلك عارف النهار فبدأوا يكتشفوا هذه الأسار جنب قلعة قايد باي طلعوا أسار مزيلة أعادت تاريخ كتابة المدينة لما نفسه فرانك جديو ده أحد المستكشفين الفرنسيين العظام في هذا التخصص يقول لك إن ما هو جيمس الكأس كده ربما إيده امتدت لهذا الكأس الذي ربما امتدت إله يد الملك أكليباترا شيء عظيم ما تحفر قدام مكتبة الأسكندرية تحت المية تدور الأسر الملكي بتاع أكليباترا والحي الملكي بتشوف تاريخ أكليباترا يولوس كايسر مارك أنتوني أكتافيس أغاصس حاجة بتعيد التاريخ وطبعا ده جزء مهم جدا من العالم اليوناني الروماني العالم اليوناني الروماني هو الغرب اللي بنا حضرته عليه يعني الغرب اللي بنا على حاجتين اليونان القديم هو التوراة فده شيء عظيم جدا إن هما بيرتبطوا بين لذلك أشهر الناس عندهم تليه الإسكندر الأكبر كليباترا السابعة اللي هي الشهيرة الملكة كليباترا فدول بالنسبة لهم أساطير في التاريخ الغربي وفي التاريخ عموما